سجل سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قصة نجاح جديدة في دعم الشباب البحريني بإشرافه وتدريبه للدراج البحريني أحمد مدن والذي تمكن من الانضمام إلى فريق البحرين فكتوريوس للدراجات الهوائية كأول بحريني محترف في هذه الرياضة محطة من المحطات التي لا تحصى في الدعم والمساندة والتي تؤكد على حرص سموه وتقديم كافة الإمكانيات للشباب البحريني أثمرت عن مشاركة أحمد مدن مع فريق فكتوريوس في طواف هنغاريا لتصبح هذه المشاركة هي أولى في عالم الاحتراف للدراج مدن وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته الكبيرة بوصول الدراج البحريني للمشاركات الخارجية الأولى له في عالم الاحتراف حيث أكد سموه أن هذه المشاركة البحرينية مفخرة والجميع يعتز ويفتخر بما وصل إليه الدراج البحريني والحرص على جعل عالم المملكة يرفرف في الميادين العالمية الرياضية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز الذي حققه أحمد مدن ومشاركته مع الفريق للمحترفين يؤكد المسيرة الناجحة للدراج في مشواره الحافل بالعطاء والاجتهاد حتى الوصول للأهداف وهو أنموذج للشباب البحرينية المخلص متمني سموه للدراج مدن كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم ليست فقط المساندة الشخصية من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للدراج أحمد مدن بل حرص سموه على تدريب مدن قبل انضمامه إلى الفريق وبعد الانضمام أيضا في خطوة تؤكد على دعم سموه للدراج منذ بدايته حتى الوصول إلى تحقيق الهدف من جانبه أعرب الدراج أحمد مدن عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه الكبير له في مشواره الاحترافي وقال لو لا سمو لما وصلت إلى عالم الاحتراف لقد ساندني وشجعني ودربني طوال الفترة الماضية وأضاف أشعر بالفخر أن أكون البحريني المحترف في فريق فيكتوريوس للدراجات الهوائية وأعاهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حمل لواء البحريني المحترف في الدراجات الهوائية وأن أقدم كل جهدي لتحقيق ثمار دعم سموه في المشاركات القادمة ترجمة نانسي قنقر